موسيقى السلام عليكم بعد حديثاً امتدى لسنين في أروقة السياسة الإقليمية بشأن كفاء أمريكي عن المنطقة العربية وتراجع أهمية دولها في سلم الأولويات الأمريكية بعد كل ذلك يصل رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارت ميلي إلى شمال شرقي سوريا في زيارة لم يعلن عنها قبل قيل إنها لتنسيق جهود مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية ولمراجعة إجراءات حماية نحو 900 جندياً أمريكي ينتظمون في تحالف دولي ليس له هدف معلن غير محاربة تنظيم الدولة بالرغم من أن الأخير اختفى من الخريطة الجغرافية للمنطقة تقريباً واللافت أن زيارة الضابط الأمريكي الكبير تبعها زيارة ربما أهم في مدولاتها الاستراتيجية كان بطلها وزير الدفاع الأمريكي الويد أوستن الذي عرج على أكثر من دولة عربية وإسرائيل في إجراء كانت تعبير الأمثل عن التزام واشنطن بحماية أمن أنظمة المنطقة السياسية نتوقف في حديث العرب اليوم مع هذه التطورات لنبحثها في سياق الدلالات والمعاني السياسية والعسكرية التي تنطوي عليها والتدعيات التي يمكن أن تخلفها خصوصاً في ظل التفاعلات السياسية والميدانية في المنطقة أهلا بكم مفاجئة وغير معلنة تلك الزيارة التي قام بها قبل أيام رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي إلى قاعدة لقوات بلاده في شمال شرق سوريا وبحسب الأنباء المتداولة فإن ميلي توجه جواً إلى سوريا بهدف تقييم الجهود المبذولة لمنع عودة تنظيم الدولة في المنطقة ومراجعة إجراءات حماية القوات الأمريكية من الهجمات بما في ذلك الطائرات المسيرة التي تطلقها ميليشيات تدعمها إيران ولم يعلن عن الزيارة مسبقاً فيما بدى خشية من هجوم قد تغامل بتنفيذه ضد الجنرال ميلي أي من الميليشيات والتنظيمات المسلحة التي تعج بها الساحة السورية غير أن ثمة من يرى أن زيارة الجنرال الأمريكي تأتي في سياق تطورات ميدانية مثلت إحراجاً للقوات الأمريكية في سوريا حيث تعرضت تلك القوات مؤخراً لعدد من الهجمات سواء من جانب مسلحي تنظيم الدولة أو من جانب الميليشيات الطائفية التي يدعمها النظام الإيراني من جهة أخرى فإن الزيارة أثارت غضباً في كل من دمشق وأنقرة إذ دانتها وزارة الخارجية في النظام السوري معتبرة إياها انتهاكاً صارخاً لما وصفته بسيادة إراضيها ووحدتها بينما استدعت الخارجية التركية السفيرة الأمريكية لدى أنقرة وطلبت توضيحاً من واشنطن بشأن زيارة رئيس الأركان الأمريكية إلى المناطق السورية التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية لا سيما ميليشيات قصد التي تعتبرها أنقرة امتداداً سورياً لتنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وعدد من دول العالم ضمن التنظيمات الإرهابية زيارة ميلي قد تفسر إذن في سياق الدعم الأمريكي للميليشيات الكردية في الشمال السوري وهو أمر يغضب تركيا التي تخطط للقيام بعملية عسكرية جديدة في هذه المناطق دفاعاً عن أمنها القومي ضد الخطر الذي تمثله تلك الميليشيات ما يعني أن زيارة في واحدة من تداعياتها قد تخلف توتراً إضافياً في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا عبر الشاشة من إسطنبول الأستاذ بدر الدين أو بدر مولا رشيد مدير مركز راماني البحوثي والاستشارات وفي الاستوديو الأستاذ نصر الحريري الرئيس السابق للإئتلاف الوطني السوري وكذلك في الاستوديو العميد أحمد رحال المحلل العسكري والاستراتيجي أهلاً بالضيوف جميعاً نبدأ من إسطنبول مع الأستاذ بدر زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية إلى شمال شرقي سوريا تبعها زيارة ربما تكون أهم من نحيط دلالتها الاستراتيجية لويد أوستن على رأس وفد عسكري كبير طبعاً أي قراءة لهذا النشاط الأمريكي في المنطقة وخصوصاً من حيث دلالة التوقيت في هذه المرحلة أهلاً لكم ولمشاهدين الأعزاء أستاذ ناجهاد والاستاذ الضيوف أهلاً وسهلاً كما قلت هناك هي زراء زيارة هامة جداً هي زيارة أعلى مسؤول أمريكي لشمال شرق سوريا خلال السنوات الماضية أو الزيارة المعلنة لمسؤول أمريكي تأتي هذه زيارة ضمن سياقات دولية ومحلية متغيرة هناك موضوع مثل ما ذكرتم استهداف القوات الأمريكية هناك تعاظم احتمالية التوتر بين إيران وبين إسرائيل وما يحدث من تهديدات إسرائيلية بتوجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية وما يحدث في سوريا أيضاً هناك محاولة إعادة تعويم النظام السوري بالإضافة إلى زيادة فعالية خلايا بعض خلايا تنظيم الدولة والميليشيات الإيرانية في صحراء سوريا أو في محافظة دير الزور ورقة نحن في مركز رامان قمنا بإصدار ورقة قبل شهرين تقريباً وتناولنا فيها تصريحات الرئيس الأمريكي حيال الانسحاب من أفغانستان وأنه كان له تصريح عن ذلك ركز على أن الخطر القادم من سوريا والعراق يمثلان خطر أكبر من القادم من أفغانستان وما دلالات هذا التصريح عن ذلك حقيقة أن تنظيم القاعدة أو تنظيمات الجهادية السلفية التي كانت منتشرة بشكل خاص في أفغانستان ولاحقاً في العراق تغيرت منظومة وتغيرت عقيدتها الجهادية التي كانت تستخدمها سواء في أفغانستان وبعد الاحتلال الأمريكي انتقلت بجزء من هذه التنظيمات إلى العراق وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق انتشرت عناصر هذه التنظيمات في مناطق متعددة كسوريا ودول أخرى نقلت معها هذه العناصر الجديدة حالة الحالة التي خلقها أبو مصعب الزرقاوي من استهداف القوات الأجنبية بشكل خاص وهو كان يحدث في أفغانستان بشكل رئيسي إلى استهداف مذهبي في المنطقة وإلى استهداف دول عدة على جبهات متعددة في آن واحد هذا الخطر بدأت الولايات المتحدة الأمريكية عبر التحالف الدولي بمحاولة مواجهته عام 2014 طبعا هناك جزء من محاولة خطر تهديدات التنظيمات المتطرفة هناك جزء منه ما تصرح أمريكا به بالعبارات الصريحة المباشرة المصالح الأمريكية المتمثلة في الشرق الأوسط يعني مصالح ما يتعلق بسيطرة على مناطق في الشرق الأوسط الأمن القومي الأمريكي المتعلق بالتواجد هنا القرب من منابع النفط موضوع حماية إسرائيل إسرائيل الاستمرار بالضغط على بعض الضوال الإقليمية في المنطقة بما يتسق مع السياسة الأمريكية العامة أو المصالح الأمريكية العامة طبعا هذه الأمر أو زيارة جاءت في ضوء مثل ما ذكرتم أن هناك حديث عن انسحاب أمريكيا أو إعادة تموضع أمريكيا أو هناك ضعف في الموقف الأمريكي بالأخصص في ظل الحرب الأوكرانية جاء أعلى مسؤول أمريكي يزور المنطقة يؤكد ليس بشكل سياسي ولكن بشكل عسكري على وجود أو على الدفاع عن المصالح الأمريكية يعني في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال شرق سوريا وشمال حقيقة أريد أن أتوقف عميد أحمد أتوقف مع زيارة يعني قبل وزير الدفاع الأمريكي مع زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي إلى شرق سوريا شمال شرقي سوريا يعني هذه الزيارة ينبغي أن تقرأ وأن تفهم في سياق سياسي أم في سياق عسكري برأيك أول شيء مساء الخير تحياتي إلى كل الدكتور نصر والإستاذ محمد تحياتي لكل المشاهدي الكرام أهلاً وصول أول شيء ما لازم في هذه الفترة هذه الميز بين السياسة والعسكرة باعتبار أن الحرب هي استمرار للسياسة إنما بطرقهم فيه وأن البيات المتحدة الأمريكية تتنقل ما بين قوة الدبلوماسية ودبلوماسية القوة وبالتالي بالإطار هلأ زيارة مارك ميلي رئيس الأركان وإن كانت زيارة وداعية وسيترك منصبه خلال أشهر قليلة لكن إلى أهمية بالتوقيت وإلى أهمية في المكان هي المرحلة أو الموقع الثالث بالزيارة من ضمن أربع جهلات بدأت في تل أبيب انتقلت إلى التنف ثم شرق الفرات ثم القيادة المركزية الوسطى وسيتابع وزير الدفاع بتنفيذ مهام معينة هي مترابطة مع زيارة وزير الدفاع مهام عسكرية بحتة مهام عسكرية بحتة تعتمد على استدراك الأخطاء التي وقعت بلوية المتحدة الأمريكية إن كان مع الحلفاء أو في المنطقة أو مع ملف الإيراني بشكل عام لذلك وجدنا أول شيء تنسيق مع تل أبيب وتأكيد على الاستراتيجية التي ترسمت منذ حوالي شهرين تقريباً بلقاء رئيس الأركان الإسرائيلي ووزير الدفاع مع رئيس الأركان الأمريكي ووزير الدفاع الأمريكي ثم تأتي في إطار التأكيد على بقاء القوات الأمريكية في المنطقة تأكيد على أن الخطوات التي تخزت ضد إيران سواء في الداخل السوري أو في منطقة الشرق الأوسط كانت خاطئة وأن التهويل على قدرة على لجم إيران بالمفاوضات أو بالضغوط أو بالعنقبات لم تعد تفلح ومن أن إيران أصبح تشكل خطورة في أكثر من مكان وأكثر من ملف في الخليج العربي، في بحر العرب، في مضيق هرموز، في المضيف الأوكراني دخلت في تحدي مع الغرب إلى جانب الروس في سيطرة على أربع عواصم عربية في الداخل السوري لم يعد خطر إيران فقط في مناطق تهدد الجنوب أو الجولان أو إسرائيل بل أصبحت أيضا في شرق الفرات اليوم كشف عن أكثر من خليج تترى أن الإيران هي الهدف الأول قبل تنظيم الدولة إيران جزء، اليوم أصبحت إيران أهم باعتبار أنها شبه تلاشي الملف تنظيم داعش لكن عبد أحمد، ثمة من يتابعنا ويقول أن إيران لم تأتي اليوم إلى سوريا إيران منذ 12 عاما تقريبا هي تدخل وتدخل معداتها وميليشياتها من باكستان وأفغانستان وإيران وحتى العراق يعني ما الذي استجد بالنسبة للأمريكيين حتى يرسلوا رئيس هيئة الأركان المشتركة؟ لذلك أنا أقولك بالبداية هي عملية استدراك للأخطاء التي وقعت بها إسرائيل ووقعت بها الولايات المتحدة الأمريكية بالظن من قدرتهم على ضبط التحركات الإيرانية ومن أن إيران ستلتزم بالخطوط الحمراء التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ووجدوا من أن النظام الأسد شرع أبواب سوريا إيران تجاوزت كل الخطوط وبالتالي كان لابد من ثلاث إجراءات أمريكية في شرق الفراء الإجراءة الأول هو ربط التحالف الدولي وعمل التحالف الدولي مع الاستطلاع الفضائي والجوي في إسرائيل والتعاون ضربة حلب بالأمس كانت بتنفيذ إسرائيلي ومعلومات أمريكية هذه النقطة الأولى النقطة الثانية ربط الجبهات اليوم سنجد بالقريب العاجل من أن مجلس العسكري في دير الزور أصبح يتبع للتنف ولا يتبع لشرق الفراء وأصبحت علاقة أحمد الخبيل مع النقيب فريد القاسر لأن ربما من الجمهور من ليس سوريا لا يعرف هذه التفاصيل مجلس العسكري التالي المجلس العسكري في دير الزور هو اللي سيسيطر على كافة ما يسمى خارج عن منطقة النظام في أرياف دير الزور كانت سابقا يتبع إلى قصد وإلى قوات سوريا الديمقراطية الفترة القريبة سنجده أن يتبع إلى قاعدة التنف إلى جيش سوريا الحرة ومن أن التغيير الذي حصل في قاعدة التنف من مغاور السورة إلى جيش سوريا الحرة من المقدم مهند طلاع إلى نقيب فريد القاسم يعني أن ما كان يرفضه مهند الطلاع من التعاون مع قصد من التنسيم مع قصد وافقت عليه جيش سوريا الحرة وفريد القاسم وبالتالي سنجد تعاون ما بين قاعدة التنف وقصد وبالتالي هذا يعطي مرة تانية للمشروع الأميركي بإغلاق الكاريدور الإيراني والإجراء الثالث الإجراء الثالث هو تسليم مدينة الرقة للوأس والرقة الذي كانت تحت سيطرة قصد إذا اليوم لدينا تحالفات جديدة عن تنسيق أمريكي إسرائيلي مع تحالف الدولي الإجراء الأخير إعادة هيكلة قيادة قصد ومسد وأدخال أطراف أخرى بما فيها المجلس وطن الكريم تحدثت عن رؤيتك من الناحية العسكري لكن أسأل الأستاذ نصر من الناحية السياسية والاستراتيجية كيف ترى هذه الحركة أو الجلبة الدبلوماسية ذات البعد العسكري في المنطقة الأمريكية مساء الخير أخي أستاذ جهاد لسيادة العميد لسيادة بدور أهلا بكم طبعا أنا مع سيادة العميد لا يمكن فصل السياسة عن العسكرة بالعكس إذا بدأ نفسر ما يجي على الأرض يجب أن نقرأ ما هو موجود في ذهنية من يقوم بهذه الخطوات حتى يمكن وضحها في سياقها الصحيح الذي تجري به طبعا الاهتمام أو التحرك الأمريكي لم يبدأ بزيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة في زيارة إلو في زيارة لوزير الدفاع في زيارة أو زيارات لوزير خارجية وفي زيارة قبلها لبايدن للمنطقة حتى يحاول توطيد عرى التحالف لدى دول فقدت الثقة بالإدارة الأمريكية واليوم إذا عدينا من هي الجهات التي خذلت من الإدارة الأمريكية لوجدت أنه ليس فقط الشعب السوري أو العراقي اليوم حكومات المنطقة كلها من مصر إلى السعودية إلى الإمارات إلى قطر طب وركب نصر معذرة دعني أتوقف معك مع مصطلح خذلت وأنت رجل سياسي واستلمت منصبا مهما رئيس الإتلاف الوطني السوري يعني دعني أتمثل أو أتقمص دور المشاهد الآن عندما يأتي سياسي سوري ويقول بأن الشعوب الشعب العراقي والشعب السوري خذل من الأمريكيين يعني ما الذي كان ينتظر من أمريكا ألا ينبغي للسوريين والعراقيين أن يقلعوا أشواكهم بأيديهم هل ينتظر من أمريكا يعني أن هي تحقق مصالحها فمصطلح خذلت ربما يكون غير دقيق هذا هو الواجب هلأ إحنا في فرق بين الحديث بضمير الشعوب والمواقف الرسمية بالمواقف الرسمية مثلا في الثورة السورية كان في مجموعة تسمى أصدقاء الشعب السوري واليوم الشعب السوري يعرف بعد 12 سنة من كان صديق بالفعل ومن لم يكن صديق ويعني عز الأصدقاء في مثل هذا اليوم ولكن من الناحية الرسمية اليوم في تململ وفي استياء بدول المنطقة من طريقة إدارة الأزمات التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية بالمقابل بالضفة الأخرى أعداء المنطقة في تمدد في إيران على سبيل المثال هذه قضية القضية الثانية اليوم إيران أصبحت في موضع جديد هي تحاصر تقريبا من دقق على المفردات بس أنا أعنيها تحاصر الولايات المتحدة الأمريكية في إقليم شمال العراق وتحاصر القوات الأمريكية اليوم في شمال شرق سوريا لا يكد يمر يوم أو يومان حتى تسمع بأنه في استهداف للقوات الأمريكية من قبل الدرون أو من قبل أدوات عسكرية أخرى للقوات الأمريكية من قبل ميليشيات مدعومة إيرانيا والأهم من ذلك وذكر سيادة العميد عدد من التهديدات أو نقاط التهديد الإيرانية للمنطقة الأهم من ذلك اليوم تطورات السلاح النووي الذي فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى اتفاق جديد مع إيران وعلى ما يقال أنه هي على بعد أسابيع من صناعة النووي وفي علم السياسي مثل هذا الكلام يعني أن النووي أصبح في يد الإيرانيين بالفعل وهذا ليس له مخرج إلا المواجهة العسكرية فهون هذه التحركات الأمريكية وأنا أعتقد أن الموقف الأمريكي ليس في وضع سهل هي في موضع لا تحسد عليه الحلفاء عم يفرطوا حليف تلو الآخر تقصد الدول العربية في المنطقة؟ الدول العربية اليوم السعودية تفتح مع الصين تفتح مع روسيا تركيا بدأت مع روسيا والصين منذ أمد بعيد اليوم دول صالحت إيران وتتفاوض مع إيران المملكة العربية السعودية اليوم تتفاوض مع إيران ليش؟ لأنه لا يوجد ثقة بطريقة إدارة الحليف الأكبر الذي تعودت عليه خلال عقود من الزمن بأنه حامل الحلفاء أو حريص على أمن الحلفاء حتى إسرائيل الدولة العدو إلنا ما فتأت تذكر بأن احتجاجها واستياءها من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية لإيران حتى قبل أيام قليلة تصريح لمسؤول روسي إسرائيلي كبير يقول بأنه إذا أمريكا لم تتحرك سيكون لنا إجراءات فردية لأنه إيران حصرت السلاح النووي ولسه الأمريكان بيقولوا أن طاولة الدبلوماسية ما تزال مفتوحة لكن هل طبعا إضافة إلى قضايا تنفيذية أخرى تحدث عنها سيادة العميد أهمها البحث في طرق حماية القوات الأمريكية اليوم أصبحت هي هدف اثنين موضوع الهول وموضوع داعش طرح داعش يعني هي اليوم أصبحت غطاء وفعلا يعني من المستغرب أنه داعش كانت موجودة في جغرافيا متعددة كثيرة يعني ليش فقط في شمال الشرق السورية هذا الاهتمام بداعش حتى بعد ما زال داعش القضية الثانية التي تستغرب كمان يعني لاحظ اليوم مثلا الليات المتحدة الأمريكية تغامر بفقدها حليف استراتيجي كبير مثل تركيا بالنيتو مقابل أن لا تتخلى عن قسد بالمقابل تحافظ على نظام مثل نظام بشار الأسد أو تساهم بالحفاظ عليه في حين أنه نظام بشار الأسد اليوم أحد أدوات إيران في المنطقة وأحد الأدوات التي يتحالف فيها النظام مع حزب العمال الكردستاني في شمال شرق سوريا ونحن كسوريين وكمنطقة نعلم ذلك جيدا هل ستنجح الولايات المتحدة الأمريكية في ربط هذه العراء المنفلتة في المنطقة أنا باعتقادي ما زال باكرا الحديث عن هذا ربما في فقرة أخرى نعم في فقرة أخرى لكن أبني على ما تفضلت به أستاذ نصر لأسأل ضيفنا في إسطنبول أستاذ بدر قال الأستاذ نصر وهو يتمهى مع السؤال الذي كنت أدخره لك يعني تنظيم الدولة هل ما زال برأيك يحتفظ بقوة وأسألك تحديدا هذا السؤال لأنك اعتبرت أن التنظيمات الجهادية نقلت تجربتها إلى سوريا وانتشرت هل ما زال تنظيم الدولة يحتفظ بالقوة نفسها التي تجعل أمريكا تخاطر بعلاقاتها محليف مهم وقوي في حلف شمال الأطلسي مثل تركيا وتدفع بواحد من أهم وكبار ضباطها مع ما ينطوع على هذه الزيارة من خطر على حياته إلى منطقة جغرافية ضيقة شمال شرقي سوريا برأيك يعني الخطر المباشر لتنظيم الدولة أو تنظيم داعش لم يعد بالشكل الذي نعرفه مثلما يعني هي حقيقة الآن ولكن مثلما ذكرت في السؤال الأول ما حاوله أو ما التغير الذي حصل بعد انزياح مركز القاعدة من أفغانستان إلى العراق ولاحقا تمدده من عام 2003 إلى عام 2010 التحولات التي حصلت خلال عشرة سنوات هي قامت بأحداث تغير ضمن عقيدة القتال لدى سواء كانوا من تسببين دعني أتوقف مع هذه النقطة أستاذ بدر معذرة يعني هذا التغير في عقيدة القتال لدى هذه التنظيمات الجهادية ما الذي يمكن أن يقدم أو يؤخر زيارة مسؤول رفيع بهذا المستوى إلى هذه المنطقة إن لم يكن لشيء آخر ربما تحدث عنه الضيفان هنا تمام الخطر التنظيم أنه بعد بدأ يعتمد على موضوع الانتقام وليس على موضوع حتى الجهاد نفسه فالثأر والانتقام هو حاليا الذي هو يقوم بإشباع رغبات التنظيم فلا يقوم بضم الشباب بناء على سلسلة منهجية سابقة كانت متواجدة فرضا لدى تنظيم القاعدة وهو أن يقوم الشخص مثلا ما بتبني الشخص القادم الجديد فرضا أن يكون يعني داعما له أو يوصي به حاليا الانضمام إلى التنظيمات التنظيم داعش أو تنظيم الدولة هو بناء على أي موضوع الانتقام السواء كان العشائري أو المذهبي في المنطقة هذا يمثل جزء من الخطر المهم المتمثل أما موضوع قيام مسؤول بهذا المستوى بهذا المنصب في زيارة سوريا وهذه المنطقة فمثل ما قلت في الإجابة الأولى أيضا هناك مصالح أمريكية أمريكا تحاول أن تقوم تعطيها بصراحة هي ليس الموضوع لا يتعلق فقط بمحاربة داعش الموضوع يتعلق يعني ضمن أيضا الورقة التي ذكرتها أي التأثير موضوع محاربة داعش على العلاقات الحلفاء التقليديين كتركيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية موضوع التوازن بين موضوع التوازن مع روسيا والصين سواء كان في أفغانستان وشرق آسيا أو في شرق الأوسط يعني هذه الأمور كلها هي متعلقة بموضوع الزيارة الولايات المتحدة الأمريكية تعطي رسائل يعني تعطي رسالة لإيران بأنها متواجدة في شرق سوريا هي متواجدة في النقطة التي كانت ترغب إيران تقوم بالسيطرة عليها منذ حتى يمكن ثمانينات القرن الماضي وهي جبال شنغال لأنها تم قصف مناطق هي أقرب هي من أعلى سلاسل الجبال التي هي بين إسرائيل وسوريا في تلك المنطقة الصحراوية هذه الولايات المتحدة الأمريكية عبر هذه الزيارة تعطي هذه الرسائل بشكل واضح تعطي حتى رسائلة للجانب التركي بأنني لازلت متابعا للوضع في شمال شرق سوريا ولازلت دعم القوات السورية الديمقراطية هناك ربما حديث الرسائل نتوسع فيه بعد قليل لكن قبل ذلك لابد من الوصول إلى فهم أعمق لطبيعة هذه الزيارة وزيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى المنطقة ولا يكون ذلك إلا بربطه بالتفاعلات السياسية والميدانية الجارية في الإقليم لنعود لمواصلة الحديث بعد وقفة قصيرة هنا بوتقة الحضارة ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمّة الآن أصبحت سبعة آلاف سنة ترجمة نانسي قنقر حياكم الله نستأنف الحديث عن زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إلى شرقي سوريا أو شمال شرقي سوريا لتنسيق الجهود في مواجهة تنظيم الدولة بحسب الرواية الرسمية الأمريكية المعلنة عميد أحمد بالرغم من أن النشاط الآن الحاصل في المنطقة هو نشاط سياسي انفراط عقد لا نقول انفراط عقد وإنما نوع من تسرب شيء من الضعف إلى التحالف الذي بنته أمريكا كما قال الأستاذ نصر قبل قليل دول عربية مهمة تتجه تيمم شطرها نحو دمشق لتطبيع علاقتها مع نظام التحركات بشكل عام سياسية في غالبها لكن أمريكا تتحرك بحرك ذي طابع عسكري هل يمكن إلى أي مدى يمكن القول بأن الاهتمامات الأمريكية في واد واهتمامات حلفائية في واد آخر هلأ بالتأكيد أنا أتوافق مع الدكتور نصر أنه اليات المتحدة الأمريكية أخلت بكثير من العهود وخزرت الكثير من حلفاء سواء كان في داخل سوريا أو في الخارج وتركيا أكبر من خزلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية بالخليج العربي في اللحظة التي تعلن فيها إيران عن متلاك منظومات صاروخية باليستية تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بيسحب منظومات الدفاع الجوي من الخليج العربي وبالتالي هناك ما قال من أن كل ما يحصل هي ضمن خطط أمريكية غايتها الضغط على الدول العربية وابتزاز الدول العربية بصفقات سلاح أو غير ذلك لكن بالنهاية برجع أقول اليوم أن الخطر الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء يعني اليوم السؤال إذا ما امتلكت إيران السلاح النووي إذا ما كانت سوريا قاعدة عسكرية متقدمة لإيران هل الخطر هو على الشعب السوري فقط؟ لا إسرائيل مهددة دول الغربية مهددة اليوم صواريخ باليستية مداهت للترف 500 كم إذا ما وضعت في أطراف إيران الغربية يعني أنت الآن تتبنا رواية أن إيران هي الوحيد الذي واجهه إسرائيل في المنطقة لا 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 ما هذا القصير هذا المعنى الضمني للكلام لا لا ما هذا المعنى أجب أن يجيب هذه النقطة نحن كليتنا متفقين أن الخلاف إسرائيلي الإيراني هو على تقاسم الكعكة السورية مَّن له الحصة الأكبر؟ ومَّن له التأثير الأكبر؟ أنا حديثي أن خطر على إسرائيل ليس بالحرب على إسرائيل خطر على إسرائيل من أن إيران ستمتلك الحصة الأكبر من النفوذ الإسرائيلي في المطيقة في هذا الإطار أننا نتحدث وبالتالي اليوم إيران بتجاوز الخطوط الحمراء أصبح تشكل خطر على إسرائيل تشكل خطر على الأوروبيين تشكل خطر على 150 قاعدة أمريكية موجودة في محيط إيران وبالتالي تحرك الأمريكي اليوم يأتي في إطار هذا العمل عملية ضبط إيران عملية تحجيم الدور الإيراني وعملية إعادة ربط التحالفات تجاه السعودية نحو الصين أو تجاه السعودية نحو روسيا بعض الدول العربية اليوم وزير الدفاع بعد أن خرج من بغداد أين ذهب؟ ذهب إلى القاهرة مباشرة اليوم مصر تشعر بالتأفف من السياسة الأمريكية والانفراد ببعض الملفات على حساب الأمن القوم العربي اليوم مملكة العربية السورية تتحدث إذا ما امتلكت إيران فلا يحق لأحد منها يمتلك السلاح النووي ولديها ارتباطات ولديها تعاون كبير مع الباكستان في هذا الأمر وبالتالي تحرك الأمريكي يوم يأتي في إطار الضبط لحركة إيران بإعادة التحالف اليوم هناك خطة كشفة عنها مؤخرا خطة الدعم الحارس الموجودة في أدراج البنتق الأمريكي تخص تعاون إسرائيلي أمريكي بضرب 600 هدف إيراني داخل إيران وفي محيط إيران إن كان في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو اليمن أو غزة هذه الخطة شل إيران بالكامل متى تتحرك هذه الخطة أو تطبق تطبق عندما تفشل كل إمكانيات السيطرة على إيران ومشاريع إيران سياسيا سواء كانت نووية أو صاروخية أو الطيران المسير متى تطبق هذه الخطة عندما يتحقق أمرين سنين الأمر الأول القدرة على تدمير 600 هدف بأمواج ضربات متتالية لا تتيح لإيران إمكانية الرد النقطة الثانية أن تشل إيران قبل إمكانية وصول الدعم الروسي إلى إيران لرد ما يفعله الغرب مع الأوكرانيين وبالتالي التحركات الأمريكية اليوم تأتي في إطار عسكري لكنها تكمل جهود سياسية أنا قلت مذنبدا أين الجهود السياسية؟ تجهود سياسية تحركات وزير الدفاعات في إطار سياسي أكثر من إطار عسكري القرار العسكري بيد رئيس الأركان وزير الخارجية هو من يقوم بهذا الجهد ينبغي؟ أنا أعتقد بايدن قام بجولة ووزير خارجية يتحرك وهناك مؤتمرات يتم فيها مؤتمر الأسلحة أو المؤتمر الأمني اللي صار في ألمانيا مؤخرا كانت هناك اجتماعات وتجاهلوا إيران من دعوته وتجاهلوا اليوم هناك مؤتمر مانحين يتم تجاهل روسيا وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون هناك اجتماع معلن الكتل الصلبي حول سوريا تجتمع دائما لكن هنا لو أذنت يعني عميد أحمد أن أنتقل للأستاذ نصر يعني أنت قلت قبل قليل بأن تنظيم الدولة هو غطاء لماذا تتعمد الأمريكيون مسؤولون الأمريكيون دائما على التوجه بالتهديدات وبالرواية المعلنة إلى تنظيم الدولة لماذا لا يقال صراحة بأن إيران هي التي تشكل خطرا عليهم هل لا يريدون تأزيم العلاقات مع إيران بسبب ملفات أخرى أم أنهم حقيقة لا يرون فيها خطرا حقيقيا إذا سمحت لي بس قبل ذلك إذا تحدثت عن نقطة سياسية بسرعة من فضلك نحن في متابعة الوضع الأمريكي كنا أمام احتمالين سيناريوين الأول أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الإدارة وبالتالي ستفقد مزيد من الحلفاء وسيخلق نظام عالمي جديد بأقطاب متعددة يمكن الحديث عن تشريحه أو أن تستيقظ الولايات المتحدة الأمريكية بلحظة فهمها وتسعى إلى ربط الحلفاء مجددا بسياسة جديدة هذه السياسة الجديدة لابد أن تستجيب للمصالح الأمريكية بالطبع ولمصالح المنطقة ومن أهم هذه المصالح هي مواجهة إيران في المنطقة اليوم أصبحت خطر على الجميع هذه القضية القضية الثانية لو لاحظنا المنحة تبع السياسة الخارجية الأمريكية هو يعني صار عنده فرق نشاط ضرق أو يعني حرارة كبيرة بعد الجهود الإقليمية التركية والعربية والتطورات التي أصارت تجاه الانفتاح على النظام أو محاولة طرح مبادرة أو الوصول إلى الحلول اليوم الرواية السياسية الأمريكية بأنه نحن نريد حل سياسي في سوريا واستمرار عمل اللجنة الدستورية ونرفض التطبيع مع النظام والأسد استيقظت منظمة حضر الكيماوي لم يقلوا نرفض التطبيع مع النظام قالوا ليس وقته نرفض نرفض بلينكين قال نرفض التطبيع مع النظام أنا قرأت بيانة وقالوا نظر نظر نعم وتقرير حضر استخدام الكيماوي وتصويتات بالنواب هذه اللغة السياسية لم تقن لم تعد مقنعة لفرد نعم فضلا عنها تقنع شعوب أو تقنع حكومات لذلك لذلك كان لزاما اليوم أن تقوموا الولايات المتحدة الأمريكية بتحركات عسكرية طيب هاي التحركات العسكرية بمستوها الموجود حاليا مثل السياسي لن يقنع أحد أما إذا طورت هذه التحركات العسكرية تجاه مواجهة حقيقية مع إيران أكيد سيكون لحكومات المنطقة مواقف مختلفة لماذا لا تصرح أمريكا بأن تحركة تصرح؟ اليوم لو كانت أمريكا فعلا جادة أو المجتمع الدولي عموما جاد في مواجهة الإرهاب لكان يعني منعوا سقوط العراق قبل سوريا بيد إيران والميليشيات وبيد داعش وكلنا نعرف جيدا أنه أساس ظهور هذه التنظيمات الحجر الشعبي أو الميليشيات الإيرانية أو داعش أو حزب العمال الكردستاني هي السياسات المترددة الموجودة في المنطقة وأنظمة ديكتاتورية مثل نظام بشار الأسد لماذا تحافظ الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الخطاب؟ لأن هذا الخطاب الدولي على فكرة التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب لا يوجد فيه قرار من مجلس الأمن لماذا تحافظ على هذا الخطاب في أمريكا؟ لا يوجد قرار من مجلس الأمن فبالتالي وفقا للقانون الدولي هناك نقطة ضعف بمحاولة بموضوع التحالف الدولي لمحاربة داعش أما ما غطى عن غياب قرار من مجلس الأمن هو هذا الحجد الدولي الكبير الذي لا يستطيع أحد مواجهته لذلك اليوم كل مشاريع العالم تمرر في سوريا تحت سلوغان أو تحت شعار ليس له علاقة بهذه المشاريع فبالتالي الحفاظ على شعار محاربة الإرهاب لا يعني بالضرورة أن هذا هو الشعار الموجود أنا قلت قبل قليل طيب لماذا تركز الوجود الأمريكي حصراً حصراً في شمال شرق سوريا في حين كان عندنا داعش بمرات قخرة قبل أيام قبل أشهر قتل قائد داعش في المنطقة الجنوبية لماذا لم تتواجد القوات الأمريكية في جنوب سوريا وترفع العالم الأمريكي ويتواجد 900 جندي ويمنع إيران ونظام بشار الأسد من الدخول إلى الجنوب السوري التواجد في هذه المنطقة هو تواجد له طبيعة مشروعاتية يعني متعلقة بمشروع تمرر من خلاله العديد من الخطوات في المنطقة ومنها إيران يعني اليوم المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية هي ترسل رسائل إلى إيران لا ننسى أنه قبل كم سنة قتل قائد الحرس الثوري لكن هذه السياسة لم تصل إلى الحد الكافي لمواجهة إيران أولا اثنين لإقناع هذه الحكومات وإقناع الشعوب الموجودة بالمنطقة أنه نحن نمتلك استراتيجية فاعلة لمواجهة إيران طيب أستاذ بدر يعني أمريكا تعرف أن زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إلى شمال الشرقي سوريا ستثير حساسية أنقرة ومع ذلك أنفذتها هذه الزيارة مر السائل التي تريد أن توجهها أمريكا لتركيا برأيك تركيا تحديدا يعني بتأكيد تابعنا تصريحات الوزارة الخارجية التركية حول الموضوع واستدعاء السفير الأمريكي ولاحق للرد البيت الأبيض على التصريح الخارجية التركية هناك حساسية أمريكية حفوان حساسية تركية من موضوع تواجد القوات الأمريكية في المنطقة وهي التي شاهدناها سواء خلال عمليات العسكرية التركية أو خلال التهديد بالقيام بعملية عسكرية جديدة هذه الزيارة بالتأكيد سيكون لها ارتدادات مثل ما شاهدنا من استطعاء السفير ولكن هناك مثل ما تم الحديث خلال حلقة بشكل أكبر لا أعتقد أن الزيارة هي بقدر دعم لقصد بقدر ما هي زيارة إرسال رسائل أخرى عسكرية سواء لحلفاء أمريكا أو سواء للمنافسي أمريكا بشكل أساسي إيران في المنطقة لذلك لم يكن الرد التركي بالمستوى الذي كان يتم أحيانا حتى على مبعوثين أمريكيين أقل رتبة من هذه الزيارة أو تصريحات أمريكية أقل من هذه المستوى سواء عسكريا أو الدعم خلال هذه الزيارة لم يتمخذ عنها أي صور مباشرة حتى الآن لتفاعل بين الرئيس الأركان الأمريكي وقوات قصد أو قوات سوريا الديمقراطية على الأرض تم تجنب هذا الأمر ولكن قبل فترة كانت هناك زيارة مثلا لبافل طالباني مع وفد أمريكي كبير إلى بافل طالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في كردستان العراق مع وفد أمريكي إلى مظلوم عبد الرئيس قائد قوات سوريا الديمقراطية فكان هناك رد فعل تركي أكبر من ناحية الإعلامية من ناحية ضغطية هذا الأمر ولكن أنقرة أيضا تدرك أن هذه الزيارة التي حدثت حاليا هي بشكل رئيسي رسالة لأطراف آخرين بالأخص إيران وإسرائيل حيث كما ذكرت السيادة العميد أن كان هناك زيارة سابقة لإسرائيل ضمن هذه الجولة وتم إتمام هذه الزيارة حتى إلى مغرب من قبل رئيس الأركان الأمريكي فهناك رسالة أمريكية واضحة للطرف الإيراني بأننا متواجدون هناك دبلوماسية واسعة حاليا شاهدناها خلال الأسبوع الماضي تحدث في إقليم كردستان العراق زيارات لمبوثين دوليين لوزارة خارجية الألمانية لوزير الدفاع الأمريكي اليوم رئيس إقليم كردستان العراق في الإمارات هناك حركة دبلوماسية وعسكرية لم يتم نشر معالمها الرئيسية أو بنودها حتى الآن في المنطقة ولكن المحور الرئيسي بالنسبة لها هو التواجد الأمريكي في شمال شرق سوريا وفي كردستان العراق والهدف هو إيران هل ستؤدي إلى مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة أو إسرائيل مجتمعين ضد إيران لا أعتقد بأن تحدث مواجهة عسكرية حتى الآن لست بوارد هذا الاعتقاد كوننا مثل ما ذكرنا ومثل ما تابعنا حتى دائما نستطيع أن نضرب المثال ما حدث في إقليم كردستان عام 2017 أن الميليشيات الإيرانية استخدمت الدبابات الأمريكية لتسيطر على مناطق تحت سيطرة حزب الديمقراطي الكردستاني الحليف للولايات المتحدة الأمريكية عقب الاستفتاء فحتى الآن ليس هناك أي ضبط أمريكي للتحركات الإيرانية مثل ما تم ذكر حتى في إيران إيران تسيطر على مثلا جزء من اليمن عبر الحوسين وهناك إمكانية تهديد المضيق هناك هناك إمكانية تهديد عدة مضايق حول العالم من قبل الطرف الإيراني ولكن ليس هناك تدخل أمريكي حقيقي حتى الآن لمواجهتها يتم ضبط المشهد ولكن هناك مصلحة أمريكية أيضا من أن يكون هناك توازن قوى في المنطقة سواء بين التركيا وإيران من جهة إيران والسعودية ومصر من جهة أخرى ودول الخليج مجتمعة أمريكا أبقى على هذا التوازن القوى تستطيع أن تتواجد في المنطقة تستطيع الاستمرار في صوت قاتل السلاح تستطيع الاستمرار في تمرير سياستها على المدى الطويل ولا أعتقد أن أمريكا بتوجيه ضربة عسكرية قوية لإيران سترى من مصلحة فيها هذا الأمر هذا مرتبط بالتداعيات وحديث التداعيات مهم جدا خصوصا أن هذه الزيارة لمسؤول الرفيع إلى شمال شرقي سوريا تزامنت مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي حديث التداعيات هو ما نبحثه بعد فاصل أخير برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة معاناتنا ليس لإلها حال ما لا مثيل أبد بكل العرب نازل 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 فما يواجههم من مشاكل يومية خذاهم ما ندريها صار لهم 24 ما ندريهم حيين طيب نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية أهلا بكم في الجزء الأخير من هذه الحلقة عميد أحمد يعني زيارة بهذا المستوى لا ينبغي أن تمر مرورا الكرام لابد أن تترك أثرا ما يعني برأيك في حديث التداعيات وأنت تحدثت ركست كثيرا على أن إيران هي المستهدف الأول من هذه الزيارات ومن جملة التحركات الأمريكية الميدانية أو حتى السياسية في المنطقة كيف سيكون شكل التعامل عسكريا مع إيران إذا ما فشلت التوجهات أو الاحتواء السياسي لها أعتقد هذا كان صلب زيارة رئيس الأركان وفي صلب زيارة وزير الدفاع يعني اليوم برجع أقول زيارة وزير الدفاع وزيارة رئيس الأركان للمنطقة هي متكاملة وتبني على ما تم التوافق عليه يعني ما بيقدر يجو على التناف قبل ما يلتقوا في تل أبيب وينسقوا العملية الكبرى ما بيقدر يروحوا يجتمعوا مع قيادة قسد ومسد قبل ما يأخذوا بعض المواقف من فريد القاسم في التنف ما بيقدر يصدروا بعض التعليمات لذلك اليوم نشوف إجراءات قد تكون قادمة وإجراءات ما بعد القادمة في الإجراءات القادمة واضح من أن القوى الأمريكية الموجودة بشرق الفراط وقدرات قوات سوريا الدموقراطية بشرق الفراط غير قادرة على تنفيذ المهام القادمة اليوم كان كل التركيز على تنظيم داعش لا اليوم صار عندنا مهمة الإيرانية وبالتالي قد يرتفع عدد القوات الأمريكية من 930 إلى 1500 سيزداد الدعم اللوجستي والدعم العسكري القوات الأمريكية والعتاد الأمريكي كان موجود في الأردن هذا استنتاج أو معلومات عميد أحمد خلينا نقول شيء ما معلومات من الداخل العتاد الأمريكي واللي ينسحب من العراق تجاه الأردن أصبح يوجه باتجاه شرق الفراط وليما يذهب للأردن الهدف التدعيم الدعم اللوجستي وعسكري أنا قلت لقوات سوريا الدموقراطية في مواجهة من؟ في مواجهة اليوم لما مطار حلب يقصف ويخرج عن الخدمة بمعلومات أمريكية لما مطار النيرب يصبح قاعدة إيرانية خالصة لما بيجهز من عشر تيام مطار الجراح شرقي مطار النيرب ويصبح قاعدة للطيران المسير هل هو أقرب لمن؟ لأسرائيل ولا أقرب لشرق الفراط؟ عفوا عميد أحمد يعني ثمت نقطة خفية في هذا الصراع كلها أو في هذه الترتيبات الأمريكية يعني كان بإمكان إذا ما أرادت أمريكا أن تنهي الوجود الإيراني أو تفكك الوجود الإيراني في سوريا الثورة السودية كفيدة بفعل هذا كله لماذا تختار جزءا؟ فات أوان الكلام هذا هذا الكلام فات أوانه أولاً أمريكا اليوم لم تعد في وارد يعني هناك قوة ثورية كبيرة على الأرض؟ هذا الكلام كان في 2012 و2013 و2014 لحد 2015 بعد دخول الروس لا يمكن هذا العمل يتم لكن بالتأكيد الولايات من التحديد الأمريكية أخطأت في هذا الخيار باعتمادة كما تفضل دكتور نصر أنه ليه بس شرق الفرات؟ أذا تنظيم داعش موجود في كل مكان لذلك اليوم رح نشوف تغيير استراتيجية من سياسة جز العشب سياسة ضرب فائض القوى الإيراني إلى تكتيك جديد استراتيجية جديدة إسرائيلية أمريكية مع التحالف الدولي ضرب التموضع الإيراني في سوريا اليوم الإيرانيين لما بيجوا على مطار الجراح بالتأكيد ما هدفوا الإسرائيلي لجموا إيران في سوريا أم إنهاء وجودها؟ إنهاء وجودها اليوم هل هذا ممكن عمليا؟ إذا أراد تلات المتحدة الأمريكية نعم إلا بتاكد منك صفقات يعني ب2013 نووي مقابل سوريا مثلا؟ مثلاً 2013 لحتى لغضة الضغط على زر الإطلاق أو لغضة لحظة أعطاء الأمر للطيران طيران الفرنسي كان بالجو رئيس الفرنسي كان بغرفة العمليات بالتوجه إلى ضرب نظام الأسد بعد استخدام الأسلحة الكيموية في الغوطة صفقة حصلت في اللحظات الأخيرة عرابة الأبيب وموسكو أوقفت العملية وبالتالي التعامل الغربي التعامل الأمريكي مع إيران قد يكون بصفقة كما كانت الكيموية لوقف ضرب الأسد قد يكون وقف المشروع النهوي يوقف عملية النقطة المتفقين عليها كلياتنا أن أمريكا تتاجر في المنطقة ما بيهم القتل 100 ألف سوريا إلى 200 ألف وبالتالي اليوم بالمرحلة القادمة ما نشوف تغير بالأدوات الأمريكية تغير بالتحالفات الأمريكية تغير في استرادية التعاطي إسرائيل ستدخل على الخط شيئنا أم أبيناه والنهاية كانت تعمل بالانفراد منفردة في الجنوب يهم الجنوب الجلان حدود الجلان دمشق جبل المانع القلمون لا اليوم الجغرافية السورية كلها وبالتالي التعاطي الجديد يعني يوجه أهدافه باتجاهين أولا نظام الأسد أثبت أنه لا يمكن فكر طباطه مع مشروع ولاية الفقه أثنين إيران تجاوزت تطوط الحمراء ويجب أن تطوط نقاط مهمة أشكرك إليها سياسيا أستاذ نصر يعني عندما يأتي وزير الدفاع إلى المنطقة يطمئن دول هذه المنطقة بحسب مقال أكثر من المسؤول الأمريكي عمليا كيف سيكون هذا الالتزام بطمئنة هذه الدول يعني في باحثين وسياسيين أمريكيين تحدثوا في هذا الموضوع بالتفصيل بأنه لغة الطمئنة لم تعد كافية هذا ما أسأل عنه لأنه استخدمت واستهلكت وجربت واليوم الدول المنطقة أخذت خطوات لم يعد مثل هذا الكلام مفيد والموضوع لا يقاس بالزيارات يعني حتى لو سكن رئيس هيئة الأرغان المشتركة في شمال شرق السورية إذا هذا لم يكن مشفوعا ومتبوعا بخطوات حقيقية تضع في أولوياتها من ضمن أولويات أمريكا أولويات المنطقة لن يكون لهذه الزيارات معنا فهذه الزيارات وحدها لن تكون كافية لمواجهة إيران هذه الزيارات وحدها لن تكون كافية حتى لحماية قسد هذا التنظيم الإرهابي الذي يعني تضعو الولايات المتحدة الأمريكية في سلم أولوياتها لن يكون كافية بيدفاع عنها في ظل ما يجري من حوارات ومن مباحثات في المنطقة زيارات لوحدها لن تكون كافية لإقناع الحكومات التي تم فتح الآن على روسيا وعلى الصين وتتحاور مع إيران وتتفاوض معها أن تعود مجددا إلى التحالف الأمريكي اليوم ولن يكون كافي حتى للجن طموحات إيران النووية اللي باتت طابق أو سينة وأدنى من الخصول سياسيا أستاذ نصر ما الذي سيكون كافيا لهذه الدولة الاعتماد على دبلوماسية القوة وليس قوة الدبلوماسية يعني أنت بحاجة مع هذا الحراك إلى قوة أو تهديد حقيقي باستخدام القوة والمنطقة كلها تبحث عن مشروع ومثل هذا التحالف العالمي الدولي يعني لا يستطيع أن يقوم به أحد إلا الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لا توجد مشاريع في المنطقة منفردة أو مجموعية جاهزة لمواجهة إيران وإيران هي دولة يعني حددت سياسيتها واستراتيجيتها منذ البداية الغزو، الاشتياح، الفوضى، الميليشيات، الإرهاب، المخدرات، السلاح، السيطرة على الدول وعلى العواصم والنهوي، فمثل هذه المشاريع لا تعالج بموضوع مثاق وعدم التدخل بشؤون الدول يعني أنت يقولي لحالك قبل ما تطالبيني بعد التدخل أنت يشوفي بكم دولة تدخلتي رؤيتك أن هناك نوع من التغير في السياسة الأمريكية الحقيقية فيما تعلق بالتجانب هناك رأيان، في رأيي أنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تنتقل من الأخضر إلى برتقالي برتقالي وهي بصدد توجيه رسائل أكثر حدة لإيران وهذه الرسائل الأكثر حدة هي غير عكوسة بمعنى لو إيران ما ردت على هذه الرسائل سيكون لزاما على الولايات المتحدة الأمريكية جمع حلفائها والتعامل مع إيران بخشونة وفي رأي آخر أنه لا تحركات المنطقة هي التي حركت الولايات المتحدة الأمريكية أنا شخصيا أميل لهذا أتمنى السيناريو الأول ولكن أميل أنه لم تنضج إلى الآن في العقلية الأمريكية أنه أتى مرحلة مواجهة إيران وتقليم أظافرها بشكل جديد عن دور قوات سوريا الديمقراطية أسأل أستاذ بدر في إسطنبول المفضلك وقد أدرك أن الوقت ماذا يمكن أن تقوم هذه القوات بدور في مواجهة إيران بحسب المشروع الأمريكي الذي تحدث عنه هناك إشكالية في المشهد قوات سوريا الديمقراطية وعلاقتهم بإيران هو معقد نوعا ما هناك وجود علاقة بين حزب العمال الكردستاني سواء في قنديل أو حتى في كون قوات الحشد الإيزيدي في شنغال أو اللواء الثمانين في شنغال هم رسميا تابعين للحشد الشيعي الإيراني أو العراقي في العراق فهناك إشكالية من جانب آخر هناك قصد التي تضمن صفوفها النسبة الأكبر منهم عرب ولكن حتى في جزء الرئيسي من القيادة هي بيت قوات أو بيت عناصر من اليفق فهناك إشكالية في كيفية إعادة توجيه قوات سوريا الديمقراطية بحيث تواجه التوسع الإيراني ولكن كان هناك تصريح لرئيسة مجلس سوريا الديمقراطية مسد إلهام أحمد قبل عدة أيام ثلاثة أيام يمكن حول إعادة تميع النظام السوري أو تطبيع مع النظام السوري العلاقة مع النظام السوري ضمن هذا التصريح كان هناك ذكر في يجب أن تقوم الدول العربية أو الولايات المتحدة الأمريكية بكفير يد إيران نوعا ما في هذا السياق عن المنطقة وهو تصريح قوي يخرج من طرف مسد في هذه الفترة وأيضا مع وجود أن هناك عدم أمل بأن يقوم النظام السوري بتقديم أي تنازلات فهناك توجه أمريكي نوعا ما في الضغط على هذه سواء كانت الأزرع الأمريكية أو الحلفاء الأمريكين هذا الأمر شاهدناه حتى في موضوع بيشمرقة كردستان إيران حيث أن إيران قصفت مراكزهم في قردستان العراق ولكن لم يتوقفوا في الظهور عن الظهور الإعلامي أو استمروا في هذا الأمر أشكرك شكرا جزيلا ختاما مشاهدي الكرام أشكر ضيوفي الكرام من إسطنبول عبر الشاشة بدر مولا رشيد مدير مركز رامان للبحوث والاستشارات وفي الاستوديو نصر الحريري الرئيس السابق للإتلاف الوطني السوري وأحمد رحال المحلل العسكري والاستراتيجي وشكرا بطبيعة الحال وصول لحضراتكم على كرام المتابعة دمتم في حراسة الله اشتركوا في القناة